اي افم بتوقيت جرينيتش احليم العبدالي على اي افم احلى غد جو 24 ديسمبر 2023 هذه حلقة جديدة من بتوقيت جرينيتش صباح النور, صباح الورد, صباح الفل والياسمين لكل المستمعين اللي يسمعونا كل عادة على فخيكونس متاعنا يتفرجوا فينا زادة على الفيسبوك تمشيوا للباج الفراية كيفما قادنا نقول لكم كل صباح اي افم على الفيسبوك على خاطر الباج الكبيرة ديما قاعدين زاكسجو بشركة متاع اللي تعمل في برشة سانسور وبرشة عقوبة وبرشة ملاحقات في علاقة بالتغطية للحرب الفلسطينية الاسرائيلية امشيوا على اي افم اب وإلا تتفرجوا فينا تاوة تاوة مباشرة على اي افم تي في على اليوتيوب والحلقة تعودوا تلقاوها كل عادة بعد ما توفى لاميسيون بشوية على اليوتيوب اذا كانت تحبوا وتعودوا تتفرجوا احلام العبدالله تحييكم وتصبح لكم من قدام الميكرو انا وفريق البرنامج خليل في الاخراج العظيمة ايمان الملكي في الاخراج الرقمي نقول لكم كيف ما كل يوم ان شاء الله نهاركم زين نهاركم اسعد الايام بالخير مليان وين ما يوصلكم صوتنا وتخلتلكم صورتنا داخل تونس ولا خارجها نحب نحيي برشة 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 سي سامير بجاوي من منزل بورجيبة ونشكر برشة على المساج المهم والثاري اللي ابعثه لي وكذلك الملاحظات القيمة نشكروا على التفاعل الحلو زيدا مدام ويداد يحيوي من منوبة مخصبكو مدام ويداد تحية كبيرة لها زهير الشرفي اسمعنا من موريال مرسي سي زهير زيدا على المساج وعلى الملاحظات وعلى المتابعة تقريبا اليومية بتوقيت جرينيتش رغم فارق التوقيت مروين من نيس مشكور برشة برشة زيدا على الوفاء وعلى الاستماع وعلى الملاحظات مشكورين الناس كل على المتابعة والثيقة وخاصة على المساجات سعيدة جدا جدا بكل ملاحظاتكم الحصة هذية حصتكم راهي تلقوا فيها كل الأخبار وكل المتابعات والمستجدات والتحاليل في ساعة من زمان نحاول ونعطيكم لماكسيموم متاع الأخبار حول العالم مش السياسية فقط لكن إن شاء الله تيقف الحربة دي ويكون فما أكثر حيز من زمن نمشيول الأخبار الثقافية الأخبار الرياضية ونمشيول الأخبار زادة الاقتصادية المهمة برشة لأنه كل الأخبار هذه العالمية مرتبتة ببعضها إن شاء الله يا ربي ديما ديما وانتم لينا في الاستماع وإحنا ديما إن شاء الله في المستوى متاع انتظاراتكم مشكورين برشة برشة في عنوين بتوقيت جرينيتش اليوم بش نبدأوا بتوقيت جرينيتش اليوم بش نبدأوا كل عادة من فلسطين الأراضي المحتلة حديث عن صفقة جديدة لتبادل الأسرة ما بين الاحتلال وما بين حركة حماس الأحداث قاعدة تتسارع بصفة كبيرة من وقت اللي تقتلوا ثلاثة جنود الجمعة اللي فاتت عن طريق الخطأ من زملائهم رئيس دورة الاحتلال يأكد البارح في كلمته عن استعداد إسرائيل لهدنة إنسانية جديدة رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مع الوفد متاع ويوصل اليوم المصر يا جماعة اليوم لقاء مهم برشة في مصر خطر بشي تناقش فيه لأول مرة بش تعرفوا قيمة اللعبة للتوازنات في المنطقة الأول مرة اليوم في مصر بش يتم مناقشة مستقبل غزة ما بعد العملية هذية بش يكون في مصر اليوم وين بش يوصل الوفد متاع حركة حماس بعد شوية المفاوضات والتفاصيل مع مفاوضات أسلو فما سكاي نيوز اتحدثت على مفاوضات في فارسوفيا احنا بش نعطيه وشنوها لتعدى في تقرير سكاي نيوز وشنوها قالت جريدة الشرق الأوسط على مفاوضات أسلو نأكده وانه رئيس المخابرات الإسرائيلية موساد كان موجودة وموجودة في أسلو وانه فما برشة برشة حركية على مستوى العالم بش نستنى وزيدة ممكن مفاجئات تنجم تصير لانه حديث حسب التقارير الاعلامية عن امكانية خروج اسماء وازنة في الأسرة الفلسطينيين وحديث بقوة عن القائد الكبير في حركة فتح السجين منذ عام الفين تقريبا مروان البرغوثي وامكانية خروجه لحقيقة من عرش تدوير اسم مروان البرغوثي ويني نجم يندرج في العالم السياسة بالضبط لانه الرجل هذية من اكثر القيادات السياسية التي تخشاها اسرائيل في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وفي فلسطين العودة لطاولة المفاوضات بعد موجة كبيرة من الجدل داخل اسرائيل صار بعد المقتل بتاعة ثلاثة جنود اللي حكيت لكم عليهم مش نسمو التفاصيل كيف كيف من بعد زادا فيه تقرير على الحدود مع سوريا موضوع ما حكيناش عليه البارح تدعيته ما زال تواصلة لليوم الاردن يدخل في اشتباكات عنيفة مسلحة مع مجموعات مسلحة ميناء المتجرين في السلاح وفي المخدرات ملف كبير هذا يا شائك مبينات الاردن وسوريا عدوا برشة رغم التعاهد متاع سوريا مؤخرا عن تقاليسان الرئيس بشار الأسد بانه بشي تم النظر في المسألة هذه مع الاردن واللجنة المشتركة لكن اندلعت الاشتباكات المسلحة الاردن يتهم قوة اقليمية بمحاولة تقويض الامن الداخلي الاردن ويبدو انه الحديث على ايران مصر للأسفة تعلن فشل احدث جولة مفاوذات البارح رسميا في بيان الخارجية المصرية مبينات مصر واثيوبيا على سد النهضة الفشل هذية وفشل المفاوذات يعني امكانية التطورات المسائل الاخرى نعرفه سعة او القدرة الدبلوماسية المصرية على التفاوض والتفاوض الطويل الامد لكن يبدو انه الاثيوبيين مش حابين يجيبوها البر كما يقولوا المصريين وانه مصر اليوم تقول انه الدولة المصرية لن تقف موقف المتفرج على تهديد الامن المائي المصري الامن المائي اراه كيف 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 ما هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي كما نحكيه على الامن الغذائي كما نحكيه على الامن الامني معناها من ناحية الامنية الامن المائي هو احد ابرز مقاومات امن الدول بحضور الزعيم كيم جونج أون تطلق أطول صاروخ باليستي بعد اجتماع كوريا الجنوبية مع أمريكا العالم خائضة للصاروخ هذا لأطلقته كوريا الشمالية وضربت عرض الحائط بالتحذيرات الغرب وسط استمرار موجة البرد الكبيرة بش نرجعه زيدا ونسمع شوية تفاصيل على الزلزال اللي ضرب الصين وخلف عشرات ينهر الاثنين في الليل وخلف عشرات القتلة مئات القتلة والجرحة في غربي البلاد بش نسمعه بعد شوية تقرير على هذية انتفاق إيطالي بريتاني على تمويل مشروع أجلي أفريقة جنوب الصحراء الموجودين في تونس جوجيا ميلوني مع ريشي سوناك التفقوم فمش برشا رهو تفاصيل على المسألة هذية معناش برشا تفاصيل المنطوم تعالي فلوس اللي بش يعطيها قديش كفش بش تصير العملية هذية المهم انه اتفاق سري اتفاق عفوا صار معلن وتم الاعلان عليه حديث عليه من هارت لاثنين بش نرجو زدنا نسمعه شوية تفاصيل على المسألة هذية فم واحد يا جماعة اللي احنا قاعدين نزكزجوا بيه هكا وهاربين منه تويكا على الصفحات في شبكة شركة متا واحد اسمه مارك زيكوربيرج يا سيدي يا بن سيدي مارك أشهر مليارداريات العالم قال لكم شي بني مخبأ سري بني مخبأ سري ليه ولا عيلته ولا خطر خايف من حاجة نجم جي في الفترة القادمة وعنده الفلوس هذيك الكرم شي بني مخبأ سري بش يعزل فيه روحه هو وعيلته بش نسمعه تفاصيل بعد شوية ونسمعه الاثرياء هذو ما كيفاش يخمه انتروت المارك زيكوربيرج اللي مازال حسب الاحصائيات توفي عام 2023 واحد من اثرياء العالم اللي هو اللي عنده هذية اللي نكونكتيو عليه احنا فيسبوك وانستجرام وعنده هذية تدفق المعلومة جزء كبير منه عنده هو عند الرجل هذا بش نعرف وبعد لك شنه حكاية المخبأ السري وعليش بنيه ومن شنه خايف بالضبط صحب شركة ميتا التفاصيل متاع هذية ومتاع عديد الاخبار الاخرى اللي ذكرناها واء العواجل واء المستجدات بش تلقاوها من طوى للسبعة معايا أنا أحلام العبدالي في بتوقيت جرينيتش طوى نهاركم زين نهاركم السعاد الأيام سعاد والفل والياسمين لكم مرة أخرى كل السيدة المستمعين والمشاهدين اللي تبعونا تواوي سموا فينا على غاديو إيافام في بتوقيت جرينيتش ان شاء الله نهاركم زين نهاركم أسعى دلأيام وبداية يوم جميل لكم الناس الكلك العادة نبدأ بفلسطين واخر التطورات حديث عن تقدم مفاوضات كبيرة برشا قاعدة تصير في أوروبا تقول في فارسوفيا سكاينيوز عربية بولونيا تقول أن يفمى مفاوضات متقدمة جدا وأنه إسرائيل تنجم تقدم تنازلات مريرة وتتجاوز خطوط حمرة المرة هذه وأنه حماس هذه عللته حماس البيرح رفضت أن هي تتفاوض تحت إطلاق النار البيرح مجلس الأمن أرجع التصويت كمشي صوت البيرح على قرار بشأن غزة أرجعوا لليوم الأربعاء باعتبار وأنه يبدو ما فماش توافق وفما صعوبة كبيرة برشا وأنه الجلسة تنعقد والتصويت يسير تم إرجاءه لليوم قرار هذه جلسة تعتبر مهمة برشا 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 في علاقة بغزة لأنه اجتماع مجلس الأمنة دي مش الجمعية العامة للأمم المتحدة باش نسمو التفاصيل كيف ما وردت في قناة سكاي نيوز عربية على نقل ولا حدوث جزء من المفاوضات في فرسوفيا في بولونيا واشنو الخطوط الحمراء اللي صارت نسمو أونرجو مفاوضات شاقة وتنازلة صعبة وتجاوز للخطوط الحمراء في تحول لافت انتقلت المفاوضات بشأن إبرام صفقة خاصة بالرهائن الإسرائيليين لدى حماس إلى العاصمة البولندية وارسو في ظل خلافات تتمحور حول الكشف عن أسماء المحتجزين وإطلاع إسرائيل على اللائحة وهذه المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تجرى فيها المحادثات في دولة أوروبية وفسر المتابعون ذلك التحول بوجود راقبة في اشراك أطراف أخرى بهدف ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ وقف أطلاق النهار ومن دون أن يكون هناك فرض للسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وأجبرت الظروف المتغيرة الحكومة الإسرائيلية على العودة لطاولة المفاوضات وأبرزها الضغوط التي تتعرض لحكومة بنيا من نتنياهو ومجلس الحرب وكذلك الإغفاق في استعادة المحتجزين بل والتسبب في مقتل ثلاثة منهم مما أسفر عن تصاعد حدة المظاهرات في الداخل الإسرائيلي المطالبة لسرعة استعادة أقاربهم ونقلت وكالة رويترز تأكيدات لوجود توافق بين الطرفين المتحاربين على تجديد وقف أطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لكن الخلافة حول كيفية التنفيذ وسط حديث عن اتفاق على شروط صفقة جديدة محتملة أكثر صعوبة وطلبت حماس انتحاب الجيش الإسرائيلي من بعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة ووقف أطلاق النار بشكل كامل شارطا رئيسيا للقابول بالتفاوض وأشرت تقارير إلى أن الثمن قد يكون باهضا هذه المرة وهو أطلاق صراح فلسطينيين لهم وزن نوعي في سبيل استعادة المحتجزين الإسرائيليين وهذا أمر إن حدث يشير إلى أن إسرائيل سوف تعبر خطوطا حمراء كانت مستحيلة التجاوز هل ستعبر إسرائيل الخطوط الحمراء الأسماء الوازنة في المقاومة الفلسطينية الموجودة في السجون المقاومة القديمة نحكي على منظمة التحرير الفلسطينية القائد مروين برغوثي تحديدا اللي هو من الأسماء اللي قاعد يتم تدولها نحقيقة القائد مروين برغوثي رجل عنده وزن كبير برشا واحد من أهم قيادات حركة فتح الموجودة في الساحة اللي ما زالوا موجودين في الساحة في السجون الإسرائيلية وكان عنده أهمية تنظيمية كبيرة برشا على الأرض وهو من مهندسي انتفاضة الفلسطينية من اللي كان في الطلب مروين برغوثي إيمان الملكي اللي كان تعطينا تصوير القائد في حركة فتح مروين برغوثي للسيدة المشاهدين واحد من الأسماء هذا هو القياد في حركة فتح اللي عنده أكثر من عشرين سنة في السجون الإسرائيلية واحد من أخطر القيادات في حركة فتح اللي تعتبره إسرائيل لوقتها أريل شارون وقت اللي شدوه حي قال تمنيت أن أقبض عليه رمادا في جرة لأنه حبي شده مقتول موج حي باعتبار أن الإسرائيليين دي ما يخافوا من صفقات التفاوض والتبادل اليوم سؤال يطرح نفسه الأسماء الوازنة اللي في السجون تقريبا أكبر اسم وازن فيها هو هذا الرجل اللي يمكث في السجن منذ ما يزيد عن عشرين عام كما قلت لكم واحد من مهندسي الانتفاضة واحد من مهندسي الحركة طلبية مروين البرغوثي وقت اللي كان طالب في فلسطين وكان مازال موجود في الصحات الجامعية كان هو اللي يهندس الحركة الطلبية هو اللي ينظمها وهو اللي كان أحيا وأعاد وأسس من جديد اتحاد الطلب الفلسطيني اللي لعب دور كبير برشة في الحركة الطلبية وحركة المقاومة واللي انبعد ذوكم وليه خلايا حركة فتح الرجل اللي عنده نزاهة كبيرة يديه نظيفة ما عندوش رصيد سياسي ثقيل ما عندوش ملفات فساد للأسف ما عندوش ارتباطات مشبوهة كيفما بعض القيادات سوى كان في حركة فتح ولا كان كذلك في الحماس والجهاد الإسلامي وإلا غيرهم نعرفوا اليوم انوذية بشي جي وقت ونحكيه عليه فالرجل عندو رصيد معنوي كبير برشة في الشارع الفلسطيني اسرائيل تعتبره من أخطر القيادات اليوم هل ستتفاوض حماس على قيادي بهذا أثقل من حركة عندها معا خلاف كبير برشة برشة روش نرجو للخلاف اللي ساير منهارة الجمعة لي فاتت ما بين حماس وفتح لأن الأحداث متسارعة برشة ما نجم لاش نحكيه عليه والاتهامات المتبادلة وتواعد حركة فتح بمحاسبة حماس علي عملته في الحرب هذه حصلوا موضوع أطويل برشة ما بش نرجو له لو ختمنا نجموش نتجوزو خطر بش تصير بناء عليه هو تدعيات كبيرة برشة مروين البرغوثي السؤال يقعد متروح الرجل هذية سوف يغادر السجور وكانت إسرائيل بش تخرجوا من الحبس عرف روح لشنو قادمة ولايا لخطر يعني بش ترجع لها المقاومة في حركة فتح معناها كما هي ما تحبش بالكل يبقى السؤال إذا ما تروحوا أنا نستغرب أني إسرائيل تخرجوا إذا كان خرجته بالحق رايبش تكون جاوزت كل الخطوط الحمراء لأن الرجل خطير عليها برشة تحدثت تقارير إسرائيلية عن اقتراح بهدنة جديدة يقول موقع سكاينيوز عربية اللي قاعدين يتبعوا معه توا التقرير وتوا المقال هدنة جديدة في قطاع غزة لمدة أسبوع على الأقل مقابل الإفراج عن أربعين محتجز إسرائيلي به نقل الموقع أولال إسرائيلي عن سياسين إسرائيليين ومصدر غربي مطلع على المفاوضات قولوا أنه إسرائيل عرضت على حركة حماس عن طريق قطر اقتراح الهدنة مدة أسبوع على الأقل وذلك مقابل الإفراج عن أربعين محتجز إسرائيلي وعلمت سكاينيوز عربية عن مصادر مصرية مطلعة بطبيعة أن الوفد دي متاح حماس اللي بيش يخلط المصر ما بين اليوم وغدوة بيش يناقش أو بيش يبحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل اللي نعرفوه في الدور متاع وليلعبوا في مثل هذه الملفات وخاصة في علاقة بالملف الفلسطيني وبالملف الليبيس دي الرجل دي عنده دور محوري وكبار المسؤولين المصريين لبحث ملفي التهدئة والأسرأ ومن المرتقب وفق المصادر بحث إيقاف شامل لإطلاق النار تحرير أسرأ من قيادات كتائب القسام لداء الجانب الإسرائيلي إطلاق صراح جميع المحتجين انسحاب للآليات العسكرية إلى حدود غلاف غزة يعني بيش يخرجوا من غزة الكولرة واليوم التمركز في خانيونس في جبالية في الشجاعية يعني يرجعوا للنقطة اللي بدأوا منها العملية اللابرية ومستقبل القطاع في إطار السلطة فلسطينية موحدة بو سلطة فلسطينية موحدة دي أما كمام بش نذكروا كيف ما جاءت المعطيات في الوسائل الأعلامية اللي قاعدة تتفرج بنثر ونشر بعض الحصريات أفادى موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز أجرى في أوروبا محادثات مع مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد ديفيد برنيع ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مفاوضات تهدف إلى إجراء مفاوضات جديدة للإفراج عن رهائن وأكشف البارح رئيس الوزارة الإسرائيلي بن يامي نتنياهو أنه أوفد مدير الموساد مرتين إلى أوروبا نحكي على فارسوفيا اللي كنا نسمع فيها وأوسلو لتحفيز مسار الإفراج عن رهائن إننا رئيس الموساد حبيت نقول لكم ليهو خذاء من مجلس الحربي الإسرائيلي الضوء الأخضر من أجل إجراء صفقة تبادل جديدة يعني أحنا أمام انتلاق جدي لمفاوضات جديدة المفاوضات هذه جت بناء على ضغط كبير من الداخل الإسرائيلي بش نسمعوه بعد شوية في التقرير لإقبال بعد الأخبار لكن قبل بالعودة إلى اجتماع مجلس عفوا اجتماع مجلس الأمن ورجعوا للتصويت اليوم قاعدين نستنى والتصويت هذي شنوه بش يقوله بش نجاب لك بش نحكيكم على كوارجي كان معروف برش شنوه شنوه علاش تم الحديث عليه البارح في علاقة بالمسألة هذه نسمعو الأخبار فاصل امتع موزيكا بنينة امتع صباح على إيافهم توقيت جرينيت شو نرشعو ما حدا بعبي مطرحك بقلبي كنت تسمعو في مجدا الرومي العظيمة الصوت الماسي الجميل اللي جينا من لبنان سليلة الفن والموسيقى بنت الموسيقار الكبير حليم الرومي في واحدة من أجمل مغنات وتسمعو زيدها مع الموسيقى اللبنينة تسمعو الأخبار تسمعو بتوقيت جرينيتش الأخبار اللي ساعات هاكا بيه ساعات تكون صعيبة شوية لكن لازمنا نتبعوا لأنه مصير العالم كيما قلت لكم ولا كل مربوط البعض فيسع فيسع وبش نسمعو العودة لطاولة المفاوضات هذية اللي اليوم الحدث تعتبر اللي رضاة بها الاحتيالي الإسرائيلي رضا بيها بش نسمعو عاليش وعاليش تم المضي في هذا القرار بعد التعنت في الفترة اللي سابقة من بنيمين نتنياهو الوزراء متاع ونسمعو التقرير فيسعو نرشو بعد أربعة وسبعين يوما على بدء الحرب على غزة جدل في إسرائيل حول جدوى العملية البرية للجيش الإسرائيلي خصوصا بعد مقتل ثلاثة محتجزين بالخطأ برصاص الجنود الإسرائيليين ومتبعه من مسيرات حاشدة وسطة الأبيب تطالب بصطقات لإعادة المحتجزين الإسرائيليين صحيفة يدعوت أحرانوت أوردت عقبات عدة يتعرض لها الجنود على الأرض وتقول إن وجود مقاتلي حماس في الأنفاق لا يترك للجيش الإسرائيلي أي خيار سوى مواجهتهم في قتال من مسافة قريبة وفي الوقت نفسه يتعرضون لكمائن كثيرة كما تواجه الآليات الإسرائيلية صعوبة في التحرك بين أزقة القطاع وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتل في صفوف الجنود وعلى الرغم من الصعوبات هذه الصحيفة تقول إن الجيش بات يدرك أنه ليس لديه القدرة على القضاء على حماس والبنية التحتية من الجو رغم إعلانه قتل نحو سبعة آلاف مقاتل من الحركة وأكد استمرار العمليات البرية من دون تحديد جدول زمني قريب لإنهائها الجدل هذا يأتي وسط تأكيدات أمريكية على أن هناك محادثات غير مباشرة من خلال الوسطاء لاستئناف صدقة تبادل بين إسرائيل وحماس سيتزامن معها وقف لإطلاق النار نتبعوا ونتبعوا وشنو اللي بيش يصير خلال الساعات القادمة خاصة وأنه الأحداث على أكثر من واجهة قاعدة تصير هذي الحدث اللي سيطر على العالم اليوم اللي هو الحرب الفلسطينية الأسرائيلية لكن في الأثناء فمحروب أخرى قاعدة تشتعل كيفما في الأردن اللي اشتعلت الحدود المتاحة الشمالية مع سوريا مجددا في مواجهات واشتباكات بين القوات المسلحة الأردنية والمهربين في الجنوب السوري في وقت ينشغل فيه العالم والأقليم بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الاشتباكات على الحدود الأردنية السورية مناوشاتهم في إقليم مشتعل لتقول جريدة العربي الجديد القطرية الجيش الأردني على النهار الاثنين عن اعتقال تسعة مهربين بحوزتهم مخدرات أسلحة متنوعة الكوبتاجون راو الكوبتاجون هو نحكي عن المخدرات الكوبتاجون اللي لدي اسم سمعتوه خاصة في الأحداث هذه ما يسمى بالربيع العربي اللي اندلع منذ 2011 في أكثر من بلاسة بدنا نسمع برشا على الكوبتاجون هذا المخدر الخطير واللي هو أمراء الحروب قاعدين ينتعشوا من خلال الاتجار به وتوزيعوا للمقاتلين هنا وهناك نحكيه أصلا على الأساس على المخدر هذا يا بخلاف الأسلحة المتنوعة اللي قبضت عليها زادة السلطات الأردنية عند المهربين هذا الكل بعد اشتباكات على الحدود مع سوريا أوقعت إصابات في صفوف الحرس الحدودي الأردني نسمو التقرير نرشو الجيش الأردني كشف عن مخطط قال أنه يستهدف الأمن الوطني في البلاد ينفذه مسلحون عبر الحدود من سوريا بالأسلحة والمخدرات كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية حاول المسلحون تهريبها إلى الداخل الأردني وفق بيان للجيش وتعتبر هذه المرة الأولى التي تذكر فيها الأسلحة الصاروخية تلك الحوادث ازدادت مؤخرا آخرها وقع الأسبوع الماضي وأودت بحياة أحد أفراد القوات المسلحة وبإصابة آخر في حين قتلت قوات الجيش عددا من المهربين وألقت القبض على أحدهم وطاردت آخرين في تصريحات للشرق قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن ما يحدث على الحدود مع سوريا نتاج للفوضى الموجودة والانفلات السلطة التي تساعد على تكاثر وجود هذه الميليشيات والتي تهدف إلى إدخال المخدرات إلى الأردن وتصديرها لدول الخليج محذرا من جهات إقليمية تخطط لاستهداف أمن المملكة الوطنية مسؤولون عسكريون أردنيون قالوا أن المصلحين على صلة بجماعات مصلحة موالية لإيران وحمل البعض منهم مسؤولية ارتفاع معدل تهريب المخدرات والأسلحة حملوا حزب الله جماعات أخرى الارتفاع الملحوظ في معدلات التهريب عبر الحدود الأردنية يأتي برغم من اتفاق سوريا والأردن في يوليو الماضي على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات وتعاهد دمشق بضبط الحدود ضبط الحدود الأردنية السورية لحقيقة أشكال كبير برشا برشا ونحكيه على المجموعات والحتي القريبة من إيران حزب الله الذي مطارده الاتهامات هذه بأنه يدير شبكات وازنة ومهمة لاتجارة المخدرات ما تبهتوش خطر حزب الله نحكيه على حزب الله السياسي حاجة وفما زاد وجهات أخرى تمويلية وكحديث يتقال برشا على تورط عديد الميليشيات المسلحة وهذا يراه يقع في العالم الكل كل تاخذ ميليشيا مسلحة في بلسة تلقى لازمها مصادر تمويل معينة مصادر تمويل هذه عادة تجيب بطرق غير مشروعة نعرف أن الكلمة هذه نجم يفاجأ شوي لكن هذه هي الحقيقة وبتريف بحث حتى على الجوجل بيش تلقاوا قديش من اتهامات الحزب الله وحتى مش الحزب الله زادى الحركات أخرى الحركات زادى الإرهابية في المنطقة الكل نعرف وعلاقتها والثالوث متع التهريب والإرهاب والفقر والثالوثة ذكا اللي هو يصنع الجحيم في الدول ديما تلقى المجموعات الإرهابية عندها علاقة بالتهريب، تهريب السجائر، تهريب المخدرات، تهريب الأسلحة وعديد التهريب والإرهاب والسلح هذه الثالوث المفزع كيف ما قلنا ديما تلقى فما الاتهامات هذه اللي سايرة ديما لحزب الله اللي يتهم بأنه اليوم هو من يحاول تقويض الأمن الداخلي الأردني اليوم احنا نحكيهما على الأردن تتهم سوريا الأردن زادة في وقت سابق تلقات برشا انتقادات لأنه هي زادة ما ضبطتش حدودها ومنها هي يقال وأنه تم إدخال السلاح قبل بعض السلاح وجزء من السلاح اللي دار في وسط سوريا في فترة ما وقتل الأحداث السورية الأليمة اللي صارت وقال وأنه وقت الأردن زادة ما ضبطتش حدودها معناها هي كل بلاد وارتالها كيف ما نقوله احنا كل بلاد وما تضبطش حدودها في حاجة وفما حسابات وفما تحالفت ونعرف برشا العلاقة نوعا ما مبينة الأردن وسوريا ما هي الشكل العلاقة الممتازة جدا جدا اليوم الأردن تتهم إيران وحزب الله وغيرها وتقول أن هي بشتقاد يقضى على المحاولات الجاية وكيف ما سمعتوا في التقرير الأول مرة يتم ذكر الأسلحة الثقيلة لهذه مؤشر خطير كذلك المخدرات المخدرات اللي هي قاعدة دور في المنطقة بكثيفة خاصة في الـ 12 أو 13 سنة الأخرانين حتى في تونس را المعدل والإنفيلات الأمني اللي صار في المنطقة والانهيار متاع جهزة الاستخبارات بفعلة تحولة سياسية أدى إلى أنه المخدرات ما عندكمش فكرة معناها كما حكي رئيس الجمهورية قيسي سعيد في أكثر من مناسبة على المسألة هذه هي روح حقيقة مفزعة وخطيرة والعملات هذه متع التهريب والأباطرة دومة متع التهريب هما من يقفون وراء تعميم هذا الواقع في المنطقة المخدرات واحدة من أكثر الكوارث والأوبئة اللي تتهدد المنطقة مصر تعلن فشل أحدث جولة مفاوضات بشأن سد النهضة الأثيوبي ملف خطير ومهم برشة نذكر زد الموقف تونس فيه وقتها تونس موقفها كان واضح تصطف مع الجانب المصري وتقول أنه لمجال للمساس بالأمن المصري المائي وقتها تصريحات على لسان الرئيس قيسي سعيد ومواقف واضحة في علاقة بالنزاع الأثيوبي المصري وزارة الرأي المصرية قالت اللي بيرح في بيان لها أنه أحدث جولة من محادثة تحول سد النهضة الأثيوبي الكبير انتهت دون التوصل إلى أي نتائج مضيفة أنه مصر بش تراقب عن كثب عملية ملأ وتشغيل السد واذكر البيان أنه مصر بش تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والأتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر لأنه الملأ متع سد النهضة نعرفه اللي هو ينجم يأدي التشيح الواد واللي شفت معناها المياه وإنقاسها في علاقة بمصر المياه المتدفقة على مصر وبالتالي الإضرار بالزراعة المصرية بش نرجو نفسروا الإشكال هذه مرة أخرى في حيز خاص بملف سد النهضة بش الناس تعرف الأساس متع الخلافة ذا يشنوا؟ مصر وأثيوبيا على خلاف بسبب بناء سد الضخم على النيل الأزرق النيل الأزرق للمصر عندها الحق في المياه والقاهرة وأديس أبابان ذكروا أنهما أطلقوا من منتصف جويليا الماضي مسار تفاوضي عاجل ووضعوا فيه سقف زمني متو أربع شهور للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملأ وتشغيل سد النهضة خلال تلك الفترة أرجعت وزارة الرأي المصرية البارح في البيان متاحة سبب الفشل في هذه الجولة من المفاوضات إلى استمرار المواقف الأثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي ميناء الحلول الفنية والقانونية الوسط اللي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث وتمادي أثيوبيا في النقوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة إشكال كبير برشا كيف ما قلت لكم بش نرجعوله بالتفصيل شنوى حكاية نفهم ومبعضنا شنوى المنطلقة متاع الإشكالة داية متاع سد النهضة علشي اليوم سد النهضة يشكل خطر على مصر وعلى السودان الثلوثة اللي نحكيوا عليها داية علشي اليوم مصر تقول بش تراقب بحضر ملء السد وتلوح بالتصريح التسعيد لكن طويكا بش نمشيوا الموضوع آخر بش نرجعوا بتوسع الموضوع أكثر ونفهم مبعضنا التفاصيل لكن بش نمشيوا الكوريا الشمالية كيم جونج أون يقدم أو يطلق مفاشئة جديدة للعالم نسمعوا التقرير هذي ونرجعوا على مرأة زعيمها كيم جونج أون أطلقت بيونج يونج صاروخا باليستيا عابرا للقارات باستطاعته الوصول لأي بقعة داخل الأراضي الأمريكية خطوة من شأنها أن تتسبب في تصعيد جديد في شبه الجزيرة الكورية الصاروخ الجديد من طراز هوسونغ 18 يعمل بالوقود الصلب بدل الوقود السائل مما يسهل مهمة نقله وإطلاقه بسرعة وفق بيونج يونج الصاروخ الجديد يحلق في مسار مرتفع يتصق مع هدف بلوغ مدى 15 ألف كيلومتر خلال 74 دقيقة ما يعني نظريا الوصول إلى كل أراضي البر الأمريكي حسب بيانات الدفاع اليابانية الصاروخ هوسونغ 18 هو التجربة الثالثة بعد تجربة أولى في أبريل وثانية في يوليو وذلك في تحدي معلن لولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة رد الحلفاء زيادة على التنديد بالخطوة الكورية الشمالية يتمثل في إطلاق كل من واشنطن وطوكيو وسول لنظام تبادل بيانات التحذير من صواريخ بيونج يونج في وقتها الحقيقي وهو أحدث جهد لتعزيز التعاون الأمني في سبيل مواجهة تهديدات بيونج يونج المتزايدة ما لا بالوش كيم جونجون ما لا بالوش لا بالتهديدات الأمريكية لا بالقلق الياباني عفوا ولا بالقلق الغربي العالم يمشي نحو التسليح اليوم فيما حديث على أنه الأسلحة النووية والاتفاقية متى حذر استعمال الأسلحة النووية وأنه اليوم العالم ما عادش يحب الأسلحة النووية يحب الاقتصاد الأخضر ويحب الحياة ويحب العصافير والألوان وما إلى ذلك لكن في الحقيقة فيما سيراء متى تسليح روكبير برشا في روسيا في إيران في الصين حكينا عليه لهنا كوريا زيادة قاعدين كل مرة نحكيه عليه واليوم الحدث المهم والخطير ذا يا برشا قاعدين نحكيه عليه أمريكا فرانسا غيرها من الدول الأخرى باكستين غيرها من الدول الأخرى التي لم تتخلى عن مشاريعها ومش فقط ما تخلتش عن مشروع متاحها بل أن هي تمشي للتطوير متاعه شفنا اليوم الصاروخ الباليستي ذا يا اليوم ينجم يوصر الأمريكا معنها دولة تعتبر صغيرة كيفما كوريا الشمالية تضرب عرض الحائط بكل التنبيهات والتحذيرات وتمضي قدما نحو التسليحات فاهمين الطرح جمعة كوريا الشمالية فاهمين أن يروا شعارات هذه المكان المتاحة هو الأعلام وندوات الصحفية وشاشات التلفزيونات والمصادح وما إلى ذلك لكن الرسمي وصحيح شا عندك علم شا عندك تكنولوجيا شا عندك سلاح شا عندك قوة في الاقتصاد متاعك شا عندك إنتاج شا عندك تحذر وشا عندك تطور فعلي وحقيقي بش ما يتجرأ حتى حد وأنه هو يدوس لك على طرف كيفما يقوله ولمساروة وإلا يتجرأ يدور بساحتك لأنه يعرف اللي عندك الترسانة النووية يعرف أن العالم هذه لا ينحني إلا للأقوياء وشفنا وعرفنا وواكبنا والحمد الله ما حكينا حتى حدو وحنا حمد الله حذرنا على هذه للأسف هو صار لكن هنا عينناه حذرنا على كيفاش العالم تخلى على كل النظم والمثل متاعه والقوانين متاعه وعمل حرب وحشية في غزة قتل فيها وقضاء على الألاف شي قتلوا وحطوا تحت التراب اللي هم الشهداء اللي صاروا متاع المعركة دي نحكي عن المعركة متاع فلسطين والحرب متاع الاحترال وشي آخر بطرت أوصالوا وبش يعيش حياة صعيبة برشة فبالتالي فما برشة دول فهمين الترح وسباق ألا تسليح متواصل وكلون فما جديد في الملفة دي بش نوافيكم بيه نمشي وفاصل ونرجو نكملوا في بتوقيت جريميتش سباح الورد والفل والياسمين للناس اللي التحقت بنا الكل والناس اللي تتفرش فينا وتسمع فينا في هذه الأجواء المنعشة أجواء الخيرات أجواء الأمطار وأجواء مش المطار اللي هنا توفي تونس نحكي على كامل تراب الجمهورية إن شاء الله الخيرات عامة أخبارك جميلة برشة الحقيقة قاعدة تجينا من مختلف الولايات المحالة إن شاء الله ربي يعطينا حاجة لقد تقتنا لكن قاعدين نشوفوا في التساقطات في بلايس وولايات عانت ميناء الجفاف لسنوات لعبات فرحانين وإحنا فرحانين ونتمنى أن ديما الأوضاع تمشي نحو الأحسن في تونس سوى كان على مستوى تقس وإلا على جميع المستويات الأخرى نتمنى لكم بداية أسبوع بداية يوم جميل ونهار الكل حلو وبقية أسبوع زاد جميلة الناس اللي تسمع فينا وتتفرش فينا لكم نحكيه على كوريا الشمالية كوريا الشمالية اللي تعتبر واحدة من أقرب الدول للصين الصين وما أدراك واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم ومن أكثر الدول الوزنة اقتصاديا وسياسيا بش نرجو نحكيه على الزلزال اللي ضربها ضرب الصين زلزال قوي خلف مئات الجرحة والقتلة وسط تواصل موجة البرد نسمى التقرير هذي ونشره عند منتصف الليل ضرب زلزال المناطق الريفية الوقع في شمال غرب الصين وقع زلزال بقوة 6.2 درجة في محافظة جيشي شان بولاية لينشيا بمقاطعة جانتسو الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات الارتجاجات الأرضية العنيفة تسببت بتصدع وسقوط عدد من المباني على السكنين فيها وفرار الألاف إلى الشارع في ظل درجة حرارة منخفضة لامست 14 درجة مئوية تحت الصفر خلال الليلة فدع الرئيس الصيني فرق الإنقاذ إلى بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين وعلاج الجرحة وتسريع نقل الإمدادات للمناطق المنكوبة وإصلاح شبكة الكهرباء والاتصالات والنقل والتدفئة وتوفير الملاجئ للمتضررين في أسرع وقت ممكن وبينما تتوصل عمليات البحث عن ناجينا بمساعدة عدد من الضباط والجنود أحصت هيئة الإغاثة من الكوارث في جانتسو الأضرار البشرية والمادية التي سجلت أثناء الليلة ليس فقط في المقاطعة بل أيضا في المناطق التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن مركز الزلزال والقريبة من مقاطعة تشينغهاي هذا الزلزال المدمر يعتبر الثاني الذي يضرب الصين هذا العام بعد زلزال هز شرق البلاد هذا الصيف تسبب حينها بمقتل 86 شخصا على الأقل الزلزال واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية لتخشيها البلدين لكن وامية وامية في الصين نتصور باش تصير كل الأشغال ما بعد الزلزال سريعين برشا الشعب الصيني في تدارك مثل هذه المسائل وفي الاشتغال زادة على بناء المشاريع وإعادة أحياء المشاريع نشوفه مثلا الصينيين يخذوا اسبيتار يقول لك باش نكملوه في شهر يكملوه في شهر مداما نمشي كالأشغال تقعد تمشي عام وعامين وثلاثة وتلقى هاو المقاولة تراش بيها والسلعة مفميشة كل شيء يصير فيسع فيسع اليوم البارح ما حكيناش على المسألة هذه تابعنا التطور والتنتاح الزلزال الصين اللي قلنا وكما كنت تسمعوا في التقرير هو الثاني خلال عام 2023 نظرا لذيق الوقت اللي قاعد يزر بيزر بيزر باش نمشيوا لاتفاق إيطالي بريطانيا على تمويل ترجاع المهاجري أفارقة جنوب السحراء اللي موجودين في تونس إلى بلدينهم جورجيا ميلوني وريتشي سوناكشنو وفي التفاصيل نسمون رجول اتفاق غير اعتيادي من الأوروبيين لقطع الطريق على المهاجرين من داخل تونس وقبل عبورهم البحر فقد اتفقت إيطاليا وبريطانيا على تمويل عملية إعادة المهاجرين الأفارقة في تونس إلى أوطانهم في القارة السمراء وفقا لميانا للحكومة الإيطالية نقلته بلومبرغ لكن لماذا من تونس؟ في الواقع يشق عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة طريقهم إلى تونس باعتبارها أقرب نقطة انطلاق لعبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا وفي كثير من الحالات يستهدفون جزيرة لنبادوزا الإيطالية التي تبعد 145 كم فقط عن الحدود البحرية التونسية وتقدر السلطات التونسية عدد الأفارقة المقيمين بصورة غير نظامية بنحو 22 ألف مهاجر حتى مارس 2023 وكان هناك اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن منح الحكومة التونسية مساعدات مقابل التصدي للهجرة غير الشرعية لكن الاتفاق لم يرى النورة بعد الاتفاق لم يرى النورة بعد جورجا ميلوني هل قاعدة تبحث على طريق آخر بش تنفذ المشروع متاحة مشروع أو أحد الوعود الانتخابية الهامة للزعيمة اليمينية جورجا ميلوني رئيسة وزراء الإيطالية بأن هي تحد من توافد المهاجرين غير الشرعيين هل أي ست من الاتفاق؟ الأول أم أنه هو اتفاق إضافي مع نشبرش تفاصيل على الاتفاق هذه مع راتشي سوناك اللي هو زادة قاعد يخوض في عركة في وسط بلاد بريطانيا بخصوص قانون الترحيل المهاجرين نحو رواندا واليوم الهاجس هذية اللي يسكن الأوروبيين ويسكن الدول الغربية والديمقراطية الكبرى هذية الديمقراطية الكبرى اللي تعتبر وأنه اليوم ما عادش بإمكانها نهية تسقط على موجات الهجرة الكبيرة اللي جاية تتفكر وقتها كالهجمة اللي صارت على تونس وقت الرئيس قيسي سعيد أتكلم على المسألة متعة توافد المهاجرين وعلى أنه فما نواية كبيرة من وراها وقتها تذكروا كالهجمة الكبيرة اللي صارت الأعلامية والحقوقية والسحل اللي اتعرضت له تونس واسم تونس بالعنصرية ومجتمع العنصري اليوم القادة الأوروبيين هم اللي قاعدين يقودوا في البرامج هذية ويقودوا في ويعملوا في قوانين ضد الهجرة وقوانين حتى كنتشوفوا القانون اللي متقدمين به مثلا وزير الداخلية جيرالدرمانا في فرنسا معناها قانون مش عنصري بركة قانون غادم العنصرية مع تفرنسا اللي هي تعيش وتتماعش من الثروات الإفريقية والاقتصاد المتاحة قائم في جزء كبير منه بسواعد المهاجرين كنتشوفوا القوانين اللي تحذر فيها واللي تحب تعديها واللي كانت الجماعية العامة رفضتها مؤخرا واليوم قاعدين يعملوا على إيجاد سياغة توافقية بشي صوتوا عليها كيف كيف ريتشي سوناك سيدة بريطانيا اللي هي تموى في برشا مكالمجتمع المدني الهن اللي هما جزء كبير منهم بخاذ الحملة الشعواء ضد تونسا هما ذوم الأوروبيين اليوم اللي هما دعاة الديمقراطية ودعاة الحقوق الإنسان والمجتمع المدني اليوم هما اللي حبوا يرحلوا المهاجرين واليوم هما اللي يعرفون يفهم اختر متاع كبير برشا قاعد يتهدد بلدانهم بسبب توافد الموجات هذه متاع قدوم المهاجرين ما هيش تونسا كهوة تونس بالعكس من واحدة من أكثر الدول المتضرة من انهيار الأمني ومن الهشاشة الاقتصادية الموجودة في قرة إفريقيا اللي هي قرتنا واللي احنا لعمرنا بشينالها ولا احتلينها ولا هزينا منها اليورانيوم ولا هزينا منها الذهب ولا نجيبه في الإنارة من عندها ونشعله في الاضواء وفي ديارنا بالطاقة المتاع الدول الأفريقية كيف ما فرانسا مثلا كيف ما دول أخرى استثرات وعبات الفلوس من أفريقيا ما حكيت لكمش على مارك زيكوربرغ غدوة بش نحكي لكم عليه روعد لأنه مهم على قد الموضوع ماهو طريف لكن يخفي وراه خبايا أخرى بتوقيت جرينيتش اليوم وفيت أنا مبقالي كننقل لكم نلتقي وغدوة إن شاء الله في نفس الموعد ديما لإيافهم أحلى راديو شايمة في أخبار التقص الأخبار ومبعد تواصلوا مع برابج إيافهم أحلى راديو باي 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 اشتركوا في القناة